بسم الله الرحمن الرحيم يعني من دلة كان في العقد الثامن يعني زي ما بيقولوا لما أصبح رئيس لجنوب أفريقيا طبعا لما أصبح رئيس لجنوب أفريقيا الرجل الغني طلب أن الفلوس يتم منحها للجمعيات الخيرية طبعا أكيد في الوصية بتاعته اللي هي كلمة will سامسونج بتصدر منتجتها للأسواء طبعا في جميع أنحاء العالم اللي هي throughout يعني آلاف من الناس لسنوات في بناء السد العالي في أسوان طبعا بلون عليها تويلد يعني كانوا بيجدحوا يعني بيعملوا عمل شاق The mother told the child that if he dropped in rice he would have to pick up every single الأم قالت لابنها بتحذروا لو أنت وقعت الرز هتضطر تلم كل إيه منه أكيد طبعا كل حباية اللي احنا بنقول عليها جرين طبعا كلمة cube يعني مكعب bar يعني قالب قالب الشوكولاتة كده We spoke اللي هو القطع المعدنية اللي بتبقى فيه العجلة دي سلكي من أسلاك العجلة number six Mr. Fouad is a friendly and straightforward space who is respected by all his colleagues استاذ فouad رجل ودود ورجل مستقيم بيحترم كل إيه زملاته يبقى الإجابة هتبقى philo يعني شخص خلي بالك أن مستر سيد وفلو يتبع طبعا الكلام ده كله ما يلزمناش في الجملة دي number seven in our village there used to be a big machine for grinding space into flower في القرية كان بيبقى فيه آلة A لطحن A تحوله لدقيق أكيد طبعا لطحن الحبوب بتحولها لدقيق اللي هي grinding grains luckily a cold wind space from the north to relieve the heat of the summer لحصن الحظ رياح باردة جات من الشمال عشان تخفف من حدة A فاصل الصيف اللي احنا بنقول عليها بلو B-L-E-W تهب طبعا هي في الماضي يعني هبت number nine about 70 millimeters of rain in just a few hours during the storm حول 70 ملي متر من الأمطار في ساعات قليلة أثناء العصفة أي سقطت طبعا اللي هي كلمة phil number ten after spending the day happily بعد قضاء اليوم بسعادة we sat on the beach and watched the sun جلسنا على الشط وشاهدنا الشمس بعد قضينا اليوم بسعادة جلسنا على الشط وشاهدنا الشمس أكيد تغرب اللي هي ست number eleven at the sun is based in the sky the temperature increased gradually حيث إن الشمس إيه في السماء الحرارة ازدادت تدريجيا طبعا أشرقت اللي هي روز number twelve more than a million lambs died in the worst space to hit New Zealand as it was snowing hard يعني أكتر من مليون خروف ماتوا في إيه في نيوزيلاندا لأن الدنيا كانت بتنزل جليد يبقى أكيد دي طبعا عاصفة جليدية اللي احنا بنقول عليها بليزر طبعا جيل اللي هي عاصفة downpouring همار المطر vulcano يعني بركان number thirteen at this time of the year most of the country here was flooded and heavy space continued all day long في هذا الوقت من العام معظم البلاد غرأها المطر ويطرأيت شديد استمر طول اليوم أكيد طبعا downpour اللي هو إنهمار الأمطار number fourteen many of the trees in the park were blown down يعني وعد during a fierce space last year أثناء a شديد العام الماضي أكيد اللي هي العاصفة الشديدة اللي احنا بنقول عليها جيل fifteen you had to wait for half an hour in the space rain waiting for our bus يطرأينا نستمر ننتظر في نص ساعة في a المطر المطر منتظرين الأتوبيس طبعا pouring rain يعني المطر المنهمر sixteen is one of the most spoken languages in the world as it is spoken by most Chinese people بيتحدث معظم الصينيين يبقى على أعلى طول هتبقى الماندرين اللغة الصينية seventeen I really admired the poem's space of the moon بيقول لي أعجب بإيه الموجود في القصيدة عن الأمر اللي بنقول عليه طبعا shaping ما ينفعشي paraphrasing يعني شرح exploration يعني استكشاف personification يعني استعارة تشخيصية بقى هي دي هت الإجابة personification number eighteen Africa is the second biggest space in the world طبعا the second biggest continent أكبر تاني قرة في العالم number nineteen the new factory is expected to space more than four hundred new jobs يعني المصنع الجديد من المطاقع إنه هو إيه طبعا يوجد فرص عمل اللي احنا بقولو عليها create I asked my teacher about the space of a world and he advised me to use the dictionary سألت المدرز بتاعي عن إيه الكلمة وقال لي أستخدم القاموس يبقى أكيد عن الميننج اللي هو المعنى طبعا punctuation علمات ترقيم مستيق خطأ form يعني شكل أكيد الميننج twenty-one I think that bringing up children is not an easy these days is not an easy task يعني ليس مهمة سهلة تربية الأطفال ليست مهمة سهلة أبدا twenty-two many people think that social networking websites is based young people negatively يعني في كتير من الناس بتعتقد إن مواقع التواصل أكيد بتأثر على الشباب تأثير سيء اللي هي تبقى effect طبعا effect ده الverb twenty-three the total space of Egypt is a bit more than one million square kilometers يعني إيه بتاع مصر أكتر من مليون كيلو متر مربع اللي احنا بنسميها المساحة اللي هي area twenty-five sorry twenty-four is a very hard clear colorless stone used in expensive jewelry and for cutting hard objects حاجة مادة صعبة ملهاش لون نوع من الحجارة يعني بيستخدم كمجاهرة غالية لقاطع الأشياء الصلبة اللي احنا بنسميه diamond أو الألماظ أو الماز twenty-five mister macdy is a cheerful person to stay with you can space and have a laugh with him يعني شخص مبهج تعود معاه ممكن إيه وتتحك معاه you can طبعا joke يعني ممكن تهزر وتتحك معاه twenty-six راس محمد is a place where you can enjoy the beautiful مكان تقدر تستمتع به بإيه الجميل التدريس الجميل اللي احنا بنسميها land form land slide ده اللي هو نيار land في المقلب للنفايات land lord صاحب العقار experts believe that women now represent 50 space of the workforce يعني الخبراء بيعتقدوا إن النساء بتشكل 50 في إيه من القوى العاملة 50% طبعا يبقى 50% India has a space of more than one million يعني فيها sorry one billion يعني الهند إيه العدد فيها 101 مليار يبقى عدد السكان اللي هو population facebook groups enable young men to space ideas and the latest news جربات الفيس بتساعد الشباب على الأفكار وآخر الأخبار share يعني يشارك we wear a space to hear about محمود's heart attack أزمة قلبية he is so young يبقى أكيد إحنا كنا مصدومين يعني shocked انصدمنا عشان نسمع إن محمود جاله أزمة قلبية لإنه لسه شباب 31 young children often have difficulty their ideas إش الأطفال الصغرين بيبقى عندهم صعوبة في إيه أفكارهم أكيد طبعا في التعبير عن أفكارهم اللي هي expressing 32 I stayed at the youth space on my trip to Hergada أعدت في إيه الشباب في رحلتي للغرداء طبعا هتبقى youth hostel الحمد لله the company has to get space permission for building the new hotel الشركة لازم تحصل على إيه إذن لبناء الفندق الجديد طبعا لازم يكون الإذن رسمي يعني official permission ليه بي خلي بالك office macktab documentary فيلم تسجيلي verbal يعني لفظي I will phone my cousin to space him about the job advertisement in الأهرام هتصل بابن عمي عشان إيه عن الوظيفة في الأهرام يعني أبلغوا عن الوظيفة اللي إيه اللي أعلن عنها في إيه في جريدة الأهرام يبقى inform 35 the new magazine is mainly addressing between 13 and 19 بيقول لي إن المجلة الجديدة بتخاطب إيه ما بين سن 13 و 19 سنة دي اللي إحنا بنسميهم teenagers يعني مراقبين 36 Mr. Salem was it chosen to space the company at the conference تم اختيار Mr. Salem لإيه الشركة في المؤتمر عشان يمثل الشركة في المؤتمر اللي إحنا بنقول عليها represent 37 the report provides ideas about the new treatment for the disease التقرير بيزود إيه أفكار عن علاج جديد للمرض يبقى أكيد تبقى fresh ideas يعني أفكار جديدة 38 you can't phone أحمد now it's after space مش هتقدر تتصل بأحمد دلوقتي عشان الوقت بعد يبقى بعد أكيد منتصف الليل اللي هي mid night 39 is the way in which your voice rises or falls when you speak الطريقة اللي صوتك بيرتفع أو بينخفض بها عندما تتحدث يطرى innovation ابتكار ولا repetition تكرار ولا intonation تنغيم ولا reservation حاجز طبعا هتبقى intonation يعني تنغيم لو رفع وخفض الصوت أثناء الكلام after he got his promotion بعد ما حصل على الترقية his job is head of marketing اللي هو رئيسة قسم التسويق بنقول his job title يعني اللقب الوظيفي أو المسمى الوظيفي بتاعه مدير تسويق 41 before booking a ticket to aswan قبل حكس تذكرة الأسوان I called the station اتصلت بي المحطة 2 space about 3 times عشان A موعيد الأطرات أكيد عشان استفسر اللي هي inquire اللي هي B خلي بالك require الأولانية معناها يستلزم وinspect يعني فتش وexamine يعني يفحص طبعا ما ينفعوش 42 the bakery in the shopping center sells expensive bread as its flower is made of the best space بيقولي المخبز الموجود في مركز التسويق بيبيع الخبز الغالي لأن الدئي بتاعه مصنوع من أحسن من أحسن الأقماح أو أنواع القمح يعني يبقى the best wheat اللي هي D 43 our new neighbors have two children in space six and nine يعني جراننا عندهم طفلين عمرهم ستة وسبع وتسعة سنوات يبقى aged يعني يبلغون من العب 44 he will space as manager of the club until the end of his contract يعني هو هيبقى إيه مدير النادي حتى نهاية العقد بتاعه he will remain سيظل I could feel my face is based red with embarrassment حمر من الخجل when I fell of the ladder لما واعتعان من على السلم يبقى my face turned red يعني يتحول لونه إلى اللون الأحمر يعني يحمر 46 the world acquisition can be the opposite العكس to the word طبعا acquisition عكس كلمة statement يعني جملة 47 there are space notes at the front of the book to guide you through يعني في ملاحظات ايه في بداية الكتاب عشان ترشدك وانت بتفر فيه بنسميها explanatory notes 48 I was asked to space a note of what needs to be repaired at the lab طلب مني ايه مذكرة لما نحتاجه في المعمل to make a note اكتب مذكرة او ملاحظات 49 I think poetry is the most effective space is expressing feelings and ideas اعتقد الشعر هو اكثر ايه فعالية في التعبير عن المشاعر والأفكار the most effective at expressing 50 the adverb unluckily يعني لسول حظ is similar in meaning 51 I go to my brother's house in the country at weekends because it is so calm and there and relaxing يعني بروح منزل اخي في الريف في الاجازات عشان هو هادي ويدعو للاسترخاء الجو هنا 52 my friend's grandfather was a former egyptian ambassador the united states ambassador بتاخد حرف الجاري 2 53 the word conceal is an antenna to the word explain conceal يخبي explain يوضح 54 the two video games they really space much in common the chef said you can use fresh or space meat for this recipe يعني الشيف رئيس الطهاء قال ان انت ممكن تستخدم ايه طازة او ايه لحمة طازة او ايه لهذه الوصفة لحمة طازة او مجمدة اللي احنا بنونا عليها frozen the word form is a synonym to the word كلمة form مراضف لكلمة shape يعني شكل i failed to space him that i am innocent فشلت ان انا ايه اا ان انا بريء يبقى ان انا اقنعه ان انا بريء لي percy weight خلي بالك percy weight يقنع this weight يعني يقنعه ان هو ما يعملش كذا provide, zawid, treat يعني وعامل Mr. Hamdi and Mr. Nabil felt very space after their trip to England يعني Mr. Nabil و Mr. Hamdi شعروا بايه بعد رحيتهم الى انجلترا يبقى felt relaxed he made a space just hours before he died كتب ايه قبل ساعات من موته يبقى اكيد كتب وصيته اللي هي b اللي هي will خلي بالك will الاولانية معناها بصحة جيدة will يعني عجلة will يعني اثناء اخر جملة في المفردات النهاردة اللي هي number 60 you would be in a blizzard هتبقى فيه عاصفها ثلجي if the weather was very لو كانت تقصي ماله طبعا بنسميه snowy and windy snowy يعني بنزل جليد windy يعني الرياح في شديدة نيجي ليه grammar exercises على reported speech اللي هي الجملة ليه الاستفامية زي ما شرحناه في الحلقة الماضية ونشوف معنا اول سؤال صابر عند سامح سوري صابر اسكت سامح how long he is based employed at moumin restaurant يبقى مدام اسكت في الماضي يبقى لازم الفعل عندي يبقى في الماضي يبقى had been يعني هو سأله هو اشتغل قد ايه في مطعم مؤمن mister ابراهيم اسكت شاهد whether she experience working with children يعني عايز يسأله هل هي عندها خبرة في العمل مع الاطفال وسأله عندي خبرة في العمل مع الاطفال يبقى had experience number three he asked me the first time i had applied for a job at a hotel سألني هل دي المرة الاولانية تتقدم لطلب وظيفة في فندق يبقى هربط طبعا بكلمة if لان ما عندش or if that was هل تلك المرة الاولى المدير سأل تامر هل هو مستعد يشتغل في اجازة نهاية الاسبوع يبقى whether طبعا عند الفعل asked بس تابعة will و is دول مستبعدين يبقى whether he was willing يبقى ده كان اصلا مدارع مستمر وانقلبة ماضي مستمر number five علا سألتها هل سألتها هل هي هتجيب بعض الخبز من السوبر ماركت يبقى الايجابة طبعا she would get طبعا بعد if لازم احول السؤال الى جملة يعني الفعل يجي الاول يعني لازم الاقي شي في الاول تمام كده بتستبعد انت بي و سي طيب هيبقى عندي ايه و دي ايه اللي يمشي مع المعنى اللي يمشي مع المعنى ان هي لسه هتجيب من السوبر ماركت مش بتجيب في الوقت الحاضر و الا كانت هي تزمنها هناك في السوبر ماركت اما هتسألها ازاي يبقى number six my boss wanted to know if I space a driving license my boss wanted to know برضو ماضي if I يبقى لازم اجيب ماضي سألني اذا كان معايا اه رخصة قيادة يبقى كده استبعد انا بي و سي لان دول مدارع ومستقب لازم اجيب ماضي وطبعا الماضي اللي هو had عشان طبعا having ما بيجيش في الايه في الاستمرار ما يكون معناها يملك number seven she wanted to know how I space about working in another part of the country she wanted to know كانت عايزة تعرف how I about working in another part of the country يبقى how I would feel كيفش اشعر لو اشتغلت في جزء اخر من البلد طبعا دي هي الجابة الوحيدة اللي تنفع لاني الباقي كله مضارع علي اسكد مي how long I space working in cairo علي سألني قد ايه اشتغلت في القاهرة يبقى هنا كان اصلها مضارع حتنقلب الماضي عشان عندي اسكد ماضي الماضي بيجزب الماضي زي ما قلنا بس تبعد انا كده اول اجابتين يبقى عندي had been ولا was being was being ما تنفعشي تركبتها غلط يبقى had been هي الاجابة الصحية number nine the boss wanted to know whether the applicant married يعني المدير كان عايز يعرف المتقدم لطلب الوظيفة ده متزوج ام لا يبقى whether the applicant was married لان الباقي كله برضو مينفعش حسب المعنى از مضارع وهز مضارع ما بايه استسنتم عشان وانت ماضي يبقى لازه بيجيبعها ماضي would be married طبعا لسه هيبقى متجاوز ما تنفعش بقى المعنى مش ماشي مع المعنى honey was in mansoora for one week سيهام asked him what he is been there يعني هو كان في المنصورة لمدة اسبوع فسيهام سألته هو كان بيعمل ايه هناك كان بيعمل ايه هناك يبقى had been doing عشان هي ماشي مع اسكد ماضي معها ماضي لما الثلاث الاختيارات الاولين مضارع حسن wondered where the keys حسن تساءل برضو ماضي المفاتيح انحطت فين صح؟ يبقى had been put مبني المجهول وغيرت الزمن للماضي انما had put دي معلوم مينفعش عشان keys شيء يبقى انحطت فين سوها ماريام where she was going يعني سوها اكيد سألت ماريام هي راحة فين ما عندي ويره هاي يبقى دا كان سؤال يبقى asked mariam she asked her cousin سألت ابن عماء سألت ابن عماء where he is paid the experiment the previous day هو عمل التجربة فين في اليوم السابق خلي بالك ان اسكد ماضي يبقى لازم احول الفعل الماضي يبقى وعند previous day يبقى كان اصلها ماضي بسيط previous day اللي هي ايه اللي هي ايه يبقى had done ماضي بسيط بتحول الى ماضي تامي يبقى had done لازم اشوف اصل الجملة ايه وحاول اخمنه كده هقدر اختار صح جمال اسكد عمر وينس بيس هزي وموار يعني جمال سأل عمر هو خلص الواجب بتاعه امتى ماينفعش اجيب بعد وين did عشان ده من السؤال ده سؤال بس فيه غير مباشر يبقى بحط جديد الاول ده انا بحط الفاعل الاول يبقى كده استسنيت الاختيار الاولاني والاخراني يبقى عند his finished ولا he had finished مدام اسكد ماضي يبقى اختار he had finished تمام بحول الفعله برضو للماضي مدام مافيش كلمة من الكلمات اللي تخليني مغيرش الزمن نمبر 15 مونة اسكد تامر how often your grandparents ده مباشره عرفتم منين من الاقواس تمام يبقى مونة اسكد تامر how often ماينفعش you visit ولا you are visiting ولا you will visit لان دي كلها جمل بدأ ب you يبقى do you visit يبقى كده بقى سؤال فعلا لاني ببدأ بالفعل المساعد اللي هو دو بعدين الفعل اللي هو اللي هو اللي هو ايه last week يعني كان اصلاه كده ماضي بسيط يعني نتحول لماضي ايه تام يبقى على طول if i had finished انا بابص للجملة اشوف غير مباشر ولا مباشر اشوف الظرف الزمان يعرفني الزمن تمام او ارجع للمعنى اسامة اسكت شادي whether he him carry the bags يعني اسامة طلب من شادي هو ايه اذا كان يقدر يساعده في حمل الايه الشنة يبقى whether he هلبس ما تنفعش عشان اسكت وكان هلبه برضو عشان اسكت ماضي يبقى لازم اجيب ماضيه واللي هلبه غلط يبقى كده هلب هي الاجابة الصحيحة سامة اسكت سارة what she is based by globalization يعني سألها انت تقصد ايه بكلمة العولمة اسكت ماضي يبقى الفعل لازم يبقى ماضي تمام يبقى what she meant كان اصلا مدرع بسيط what do you mean فاتغيرت له ماضي بسيط اللي هي mint 19 سامة اسكت علي where is based the precious stone اسكت ماضي يبقى لازم اجيب معها برضو ماضي ده كلام غير مباشر يبقى لازم الفاعل يجي الاول هستبعد كده رقمه a a و c مستبع d يبقى عندي b و d d فيها مضارع مستبع در اخرى يبقى she had found هي كده تقدر تختار الجملة اختيار صح اذا مشيت حسب الخطوات اللي احنا قلناها حدد نوع الجملة مباشر او غير مباشر بعد كده اشوف ايه لو في ضماء ايه ظروف زمانية تحدد لي الزمن ما كانش ارجع لي المعنى وارجع لي الايه لنوع الجملة هي ايه غير مباشر ما منفعش اجيب الفاعل المساعد الاول تمام number 20 the interviewer asked the professor he had worked at any foreign countries اسكت هو هنا طالب الرابط الرابط طبعا لا اما if لا اما whether في السؤال لان السؤال بفاعل مساعد يبقى اللي جابها تبقى ايه لان whether التاني دي معناها الطقس 21 could you tell me whether this train at the next station ده سؤال مباشر اهو تمام يبقى whether this train stops مدرع بسيط 22 the interviewer asked the critic where the author تمام ده كلام غير مباشر واسكت ماضي يبقى هستبعد اي مدرع موجود تمام يبقى where the author تمام منفعش وود grow up هيكبر فين المؤلف اكيد المؤلف ده كبر وخلاص وانتهى يبقى ماضي بسيط يبقى had growing up بحتحول الى ماضي تاني وسامة asking me i could tell him about the date of the following meeting طبعا asked the rabbit i could tell him كان اصلها can you tell me يبقى الرابط هيبقى if the boss asked علي what is space to complete the task in two hours only what he had done 25 i asked him it was true that he had won the first middle برضو اتبقى with her وعايز الراب i asked omar if he space talk about his adventure in the forest the year before ايه the year before اللي هي last year يعني يبقى كان اسلام و ايه يبقى i asked omar if he could تمام يبقى هنا الماضي الوحيد اللي ينفع معي 27 the student the teacher if he could explain the lesson again مدام في if يبقى كان اصلها جملة استفامية يبقى هنا اقول asked he asked how old fatma when she had visited london كان عمراء ادي ايه لما زارت لندن الحفاظ على الزمن طبعا لازم يبقى هنا ماضي بسيط يبقى was how old fatma was 29 she wondered where i space at the moment at that moment يبقى كان اصلها at this moment يبقى تتحول لماضي مستمر يبقى was living 30 my uncle wanted to know if i space study abroad to do my post graduate studies عمي اراد ان يعرف مدام يبقى جب معها ماضي و if هنا بتربط الجملة الاستفامية بيجي بعدها الجملة على حقيقة جملة خبرية بتبدأ بالفعل يبقى i would 31 She asked me which subject is I spent the following year Following year كان أصلاها next year يعني هتبقى في المستقبل ممكن يبقى مدرع مستمر دالة على المستقبل الشرط المستقبل ويلي يعني تمام يبقى في الحالة دي كان أصلاها is studying فلما سألت بأسكد تتحول الماضي بتاعها اللي هي was studying 32 He inquired if space will organized and qualified to get the job He inquired if I was well organized and qualified to get the job طبعا بحط الفعل و I وبعدين الفعل في الماضي عشان عندي inquired The boss asked me why space the job I answered because I liked working with people The boss asked ماضي برضو يبقى why I لازم أبدأ بI يبقى الإجابة بي دي مستبعدة يبقى asking me why I wanted تمام لأن want ما تحطش في الاستمرار 34 34 He asked me if I suppose that his sister had been ill سألني إذا كنت أعرف حال أخته مريضة يبقى هي asked me if I knew دي ماضي تمام وماشي معه معنى الجملة I would know دي ما تنفعش حاب أعرف إن أخته كانت مريضة 35 He wanted to know what is based of his idea of building a new house A new office يعني طلب يعرف رأيه إيه في فكرة بناء مكتب جديد يبقى he wanted to know what we thought عشان بجيب we الأول الفعل الأول وبعدين wanted ماضي يبقى ييجي معه ماضي اللي هي إيه thought أروى ask dream what is based evening before يبقى أروى ask dream what she تمام had done عشان evening before اللي هي إيه يبقى كان أصلها ماضي بسيط بتحول إلى ماضي تام هاني أسكت فادي whether is based to the museum the next day هاني أسكت فادي whether تبقى whether يبقى لازم أجيب فعل الأول بقى كده هنستبعد ب وأسكت ماضي يبقى استبعد كان وإنك استدعى يبقى دي مستقبل يبقى هقول he could go 38 the teacher inquired we had found the homework easy or difficult مدام or يبقى أجيب على طول weather اللي هي sea 39 39 space at that moment كان أصلا مدارع مستمر خلي بال يبقى هتتحول لماضي مستمر اللي هي was studying سامي أسكت the librarian if he space one of june milton's poems يعني طلب من أمين المكتبة هل يقدر يستعير قصائد june milton يبقى لازم بعد if أجيب الفاعل الأول كده هستبعد b و d يبقى عندي he could borrow ولا he boros مدام أسكت ماضي يبقى he could borrow خلي بالك من الحاجات اللي احنا بنقول 43 the teacher wanted to know who is based me with my homeware المدرس كان عايز يعرف من اللي يساعدني في الواجب بتاعي wanted ماضي يبقى لازم الزمن يتحول لماضي وساعدني أكيد ماضي بسيط يبقى تتحول لماضي تام يبقى had helped 44 i osama that what i had done before going to the interview يبقى جابني مفعول اللي هو أسامة يبقى أخبرته يبقى told i wanted to know how much طبعا اللي بيجي بعدها مدام ما فيش علامات تنصيص يبقى جملة يعني فاعل وبعدين فاعل يبقى هستبعد دي من الإجابات wanted ماضي يبقى costis غلط وهس cost غلط يبقى ذكار cost اللي هي a 46 could you kindly tell me where ده لو بنسميه ال indirect question اللي هو بيجي بعد where فاعل وبعدين الفاعل بنحط بعد كده يبقى where the manager is ما بفيش تحول في الزمن 47 do you know what space برضو نفس الحكاية what علي's plan for the week and is اللي هي دي 48 she asked him what space doing since he left school since بيجا بلا مدرع تام طبعا اتحول لمبني للمجهول يبقى يبقى ماضي تام he had been اللي هي a 49 he wanted to know where is based his laptop يعني حط اللابتوب بتاعه فين ده كان اصلا ماضي بتحول الماضي تام يبقى he had put اللي هي بي 50 i asked mr. خالد how many pounds the day before هو كسب اد ايه في اليوم السابق اللي هي yesterday يعني يبقى كان ماضي بسيط يبقى هجيب ماضي تام how many pounds يبقى لازم هجيب بعدها فاعل يبقى how many pounds he had earned 51 احمد asked me where space the day before نفس الحكاية كان اصلا ماضي واسكد ماضي يبقى يجيب ماضي تام يبقى he had gone امجد اسكد حسام when he space his own word اللي يمشي مع اسكد الماضي اللي هي would do ماضي زي ها 53 3 the teacher asked احمد all the way on foot لازم اربط مدم اسكد هربط بif عندي 3 اختيارات فيهم if اسكد ماضي يبقى if وبعدين الفعل اللي هو he وبعدين اجيب فعل في الماضي اللي هو came يبقى اللي جاب c if he came the teacher asks here where space been اسكد مضارع ما فيش تغيير في الازمنة خلي بالك يبقى she has 55 I asked Noura what space doing at 9 in the kitchen اسكد ماضي يبقى لازم اجيب مع ماضي يبقى بالحالة دية ماضي ويكون بدء بفعل يبقى she had been 56 he asked me whether space there before ماضي اسكد يبقى هجيب فعل في الماضي بس خلي بالك بعد وذر اللازم يجيب فاعل يعني اقول I had gone نيجي للقطعة بتاع التدل skills بتتكلم عن الفائزين والخاسرين وزي ما تعودنا في الفترة الاخرينية هنبدأ من from bottom to top يعني من الاسئلة عشان نفهم القطعة المطلوب منك انت هتقرأ القطعة الاول وبعدين بتحاول تحلل الاسئلة وبعدين تتأكد من اجابات لما عندناش اختيار نبقى فايزين او خسرين من او من او من 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 او اعجزين ب من من او من او من او بيعمل الفائزين لو فشلوا في احيانا اللي جاب ايه طبعا بيحتفظوا بثقتهم بنفسهم إيه اللي بيحصل لما الخاسرين بيحاولوا يجدوا أعظار وما بيحاولوش يتغيروا الإجابة هي دي بيتأنهم خسرني إرجع للسياق اقرأ الجملة اللي قبلها اقرأ الجملة اللي بعدها وحاول تفهم معنى الكلمة حتلاقي كلمة post-pone معناها put off until a later time يعني يؤجل نمبر 5 أعيز سمتين من سمات الفائزين طبعاً عندهم قدرة بيغيروا الموقف لا يلوموا الآخرين على أخطأهم نمبر 6 برضو صفاتين من صفات الخاسرين لا يتحملوش مسئلوية حياتهم بيخافوا يجربوا حاجات جديدة اكسبلين هاو ونرز انجو لايف ازاي الفائزين بيستمتعوا بي حياتهم عايز برضو نقطتين they have enthusiasm عندهم حماس for life enjoy work استمتعوا بالعمل play اللعب food and nature كمان they freely enjoy themselves نمبر 8 ما الفارق بين الفائزين والخاسرين حينما يوجهوا المرض او سوء التغذية او القسوة او العلاقات المحزنة او الخبرات السيئة طبعا winners five these situations الفائزين دايما بحربوا هذه الظروف whereas losers hang on them and use them as excuses يعني الخاسرين دايما بيتعلقوا بهذه الأشياء وبيتخذوها أعظار ليهم المطلوب مني ان انا اكتب ايميل about 180 words on the following topic لازم مهارة الريدنج اتضرب عليها أثناء السنة ما قدرش ان انا سيبها واقول ايه ربنا يفرجها لما اللي متحاني يجي هبقى اكتب اي حاجة طبعا ده كلام ما ينفعش خالص لان مهارات الكتابة المهارات عموما ومهارات اللغة بالواجه الأخاص لازم يبقى عليها تدريب طول السنة which do you prefer reading a novel or watching it as a film أيوما تفضل قراءة رواية أم مشاهدتها كفيلم طبعا بيقولك your name is Kenzie your email address مديني عنوان الراسل اهو your friend's name is Noor your friend's email address ودي عنوان المرسل إليه بقول to وحط المرسل إليه from احط عنوان الراسل subject العنوان بتاعي بعد كده dear or high وبعدين جملتين تحية وابدأ أدخل في الموضوع بتاعي translation translate into Arabic ترجم إلى اللغة العربية في بعض هذه الجمل بتبقى مبنية على الوحدة زي الجملة دي سير سيسل's career and long travels affected his style and simple poetry he was responsible for translating numerous Persian poems into English هقول كده وابدأ بالفعل affected اللي هو أثر في الماضي يبقى أثرت حياة سير سير سيسل المهنية وأصفاره الطويلة على أسلوبه وشعره البسيط قد كان مسؤولا عن ترجمة العديد من القصائد الفارسية إلى اللغة الإنجليزية number two in his poem سير سيسل expresses ideas about nature and its role in human life is also done in a simple style that can be understood by all people في قصيدته يعبر سير سيسل عن أفكاره عن الطبيعة ودورها في حياة الإنسان وقد كتب ذلك بأسلوب بسيط يمكن أن يفهمه جميع الناس نجي لجملة ملهاش علاقة بالوحدة illegal immigration has been a problem for a very long time now in Egypt hence many efforts have been made to solve this serious problem يعني has been ديات مضارع تام لقد كانت الهجرة الهجرة الغير قانونية مشكلة لمدة طويلة في مصر الهجرة الغير شرعية لقد كانت الهجرة الغير شرعية مشكلة مشكلة لوقت طويل في مصر ومن ثم تبذل جهود عديدة لحل هذه المشكلة الخطيرة في عالمنا اليوم الذي يتسم بالتنافس يعتبر التعليم ضرورة للإنسان بعد الطعام والكساء والمأوى فهو أهم سبيل لتحقيق التنمية والتقدم فهو أفضل يستطيع المرء نفسه وحسب تطوير قدراته جهود هبدأ بشد طبعا هي منفية يبقى ينبغي ألا يعاقب الأطفال بدنيا فهذا النوع من العقاب له تأثير سيء على حياة الطفل في المستقبل وينبغي أن يربي الوالدان أطفالهما على التحلي بالأخلاق الحميدة كان السير سيسل ينحدر من إصرى دبلوماسية لذلك عمل دبلوماسيا في كثير من الدول وصادق بعض رؤساء الدول مما أعطاه خبرة ووعيا كبيرين يبقى سير سيسل سير سيسل كان من دبلوماسية لذلك كان يعمل كم دبلوماسية في الكثير ومع ومع أصدق بعض بعض مؤسسات التي أعطاه لهم ممتاز ومع ومع هل تعتقد أن الشعر قد يكون معبرا عن قضايا البيئة مثل الاحتماث الحراري ودور الإنسان في إصلاح البيئة ما أنه فقط للتعبير عن المشاعر الرومانسي هل تعتقد أن التعبير يمكن إعطاء المشاعر المشاعر such as global warming and man's role in reforming environment or it only expresses romantic feelings number three تعتمد مصر كثيرا على استيراد الكثير من احتياجاتها من الخارج لذلك نعاني جميعا من مشكلة النقص في العملة الصعبة مما يؤدي الارتفاع الأصعب Egypt depends much on importing many of her needs from abroad so we all we suffer from shortage of hard currency which may lead to rise in prices خلي بالك النقاط هنا بتترجم إلى ما يعتقد الكثيرون أن بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج اليومية أحد أسباب انتشار العنف بين الشباب في مصر فيتعطي نموذجا وقدوة سيئة لهم many think that some films and series some films series and daily programs are among the causes of spreading violence among young people in Egypt as give them bad examples نقل بعض الكلمات نقر الكلمات اللي قبلتنا اي among كلمات صعبة اللي قبلت ده في الترجمة أطمسفير awareness competitive hard currency illegal immigration import inner security necessity numerous physically potentials punishment romantic shelter shortage style violence open general exercises it was not good news that the company president resigned رئيس الشرك humans believe that they are the only creatures to have the power of reason do doctors usually the risks or the treatment to patients explain without the space to win the team want to go far in the championship will I think that there is not a space of truth in what he said of truth you will need to be a real diplomat to persuade the two enemies to come to some agreement the audience confronted him with a space of questions blizzard اعصف من الاسئلة sami attended the conference with a space student with a fellow student the new american government needs to space their ideas into action translate their ideas into action يترجم الافكار الى افعال many politicians don't seem to be in touch with popular opinion it's as if they are living on another يعني في كثير من السياسيين مش على اتصال بالرأي العام زي ما يكونوا عايشين في كوكب اخر تمام another planet he is used to in public طبعا he is used to يبقى in g speaking he needs a few days rest اللي هي دي التعبيرات الزمنية بنحط ابصرف s ونظرة اللي ان كلمة days جامع بحط الابصرف بعد الاس دي كل المشاكل ديت حنعمل لها حلقة منفصلة بعنوان previous knowledge exercises من كتابي fullmark she had three sons all space became doctors she had three sons all of whom يعني كلهم you can't fly to london today you don't mind changing planes in paris يعني طالما ما عندك منع تغير الطائرات في باريس اللي يعني بشار كانت قابلة في الوحدة الاخرانية 15 I'll meet you again the weekend طبعا بتاخد at at the weekend I know someone who can climb trees a monkey واحد بيتسلق الشغر يبقى زي الارد يبقى like a monkey وطبعا مش ارد عشان كده اختار كلمة like تشابه وليس تطابه He was left alone with a space to look after him He was left alone with no one مفيش حد يعتني بيا He live in the country than in the city يبقى he would rather would rather بيجي بعدها than 19 put on your raincoat it rains in case في حالة إذا الدنيا مطرب برضو الكلام ده في الوحدة الاخرانية its ages فعشان كده مش هعلق عليه دي الوقت بالتفصية its ages him يبقى since I saw him نيجي ليه التس بتاع الوحدة العشرة Mr. Ayman asked the applicant what salary to receive what salary he hoped the workers hard all day to be able to complete their everyday production toiled يكدح I asked here she did not know the way home يبقى wither مادم اسكت يبقى دات الربط wither مفيش F طبعا على الدين asked the magician he had done to deserve such a severe punishment يبقى what he had done ايه اللي عملوا عشان يستحق هذا العقاب some roads some roads were considered and say because the rain was spaced down all night pouring down طبعا احنا حلنا جمل زي كده في الاسئلة الفات she asked what i spaced since i left university had been doing it is believed the whole world was only one big called pan gaya one big continent بيعتقدوا العلماء ان العالم كله كان قارة كبيرة وطبعا حصل الزلازل والكلام ده اللي هم بيقولوا عليه فأسمت القرى دي الى قرات عادية the little girl asked which way she space go she should go many developing countries suffer from the problem of space explosion population explosion in figure so can he asked me where space the previous week وasked يبقى i had been but judge finally asked whether the lawyer anything to say on behalf of the accused طبعا اتبقى had the investigators space explanation for the crash with the pilot's mistake official explanation يعني تفسير رسمي 13 she asked me what i was doing then what was doing مضي مستمر يبا كان اصلا مضرع مستمر وتحولت عشان الكلام غير مباشر كان اصلا انا وتحول الى then each color on the map represents a different continent represent here means معناها هنا ايه symbolize يرمز hate space come to that party if he does i'll go away يبقى he better not من الافضل الل لا يأتي لانه لو جيه انا همشي اخر جنب نف الاختيار سار would have made sure jone was here space were coming to if طبعا she had known you were coming to القطع وبتكلم على airline accidents او حوادث الطيرات وهنشوف السؤال الاول how many airline accidents can be liable to danger يعني كم عدد حوادث الطيرات المعرضة للخطر لو رجعت القطع هتلاقيهم اللي هي الاجابة b about 20 person 20 في المين which of the following are passengers advised not to do اللي بينصح بالمسافرين ما يعملهوش طبعا الاجابة c يشيل امتعتهم في حالة الطوارئ لا سيب كل حاجة وفر بنفسه number three what does the where the tips line three mean في برضو فيديو كامل ان شاء الله هناخده على مهار تخمين معالي الكلمات موجودة في كتابي fullmark كلمة tips طبعا معناها pieces of advice يعني نصائح when are passengers more likely to survive fires يعني المسافرين بينجوا من الحريق امتة طبعا number number four ي keep their heads low لما يوطي راسه نجي الاسئلة 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 مقالية يعني which precautions should passengers take to increase their chances of survival اذكر احتياطين اتنين المسافرين يجب يخدوهم عشان يزيدوا من فرص النجاة بتاعتهم اول حاجة fasten their seat belts في اول حاجة ثبت حزام المقه number two read and listen to safety instructions يستمع وينفذ تعلمات الامان number three locate the nearest exit يحدد اقرب مخرج له number six what should passengers do when they get to the ground يعمل المسافرين ايه لما يوصلوا للارض برضو عايز نقططين they should move away from the plane اول حاجة as quickly as possible يجري بعيد عن الطيارة بسرعة and never smoke near the wreckage وعمره ما يدخن قرب الحطاب اللي ممكن تكون في حاجة بتتسرد تشعل الطيار seven which do thing should a person do if smoke is present in the cabin لو لأ دخان طالع من كابنت الطيار يعمل ايه cover his or her face with napkins ميغطيها منديل towels او footer or clothing او حطة قماش find words from the passage that mean اوجد كلمات في القطعة تعني الكلمات الات برضو في فيديو كامل ان شاء الله هنخصصه للكلمات والمراضفات في قطعة الفهم كلمة launch طبعا معناها take off اطلاق belongings اللي هي المتعلقات بتسوي كلمة properties translate into Arabic the interactive whiteboards installed in most schools have replaced pins notebooks and course box they have helped both teachers and students follow the most modern methods of education بيقول لي طبعا هنا ده مدارع تام اللي have replaced بترجمه بلقات زائد فعل الماضي كلمة replace يعني يستبدل يبقى لقات استبدلت الصبورة التفاعلية في معظم المدارس الاقلام والدفاتر والكتب الدراسية كما انها ساعدت المعلمين والطلاب على اتباع احدث اساليب التعلم نيجي ليه الجملة العربي لقد قامت الحكومة بالعديد من مشاريع البنية التحتية كلمة بنية التحتية بنسميها infra structure i n f r a s t r u c t u r e التي تشكل اساس عملائتها التطور والنهوض كلمة advancement يعني النهوض a d v a n c e m e n t بالدولة ليستيت s t a t e مساندة ليستبورت s u p p o r t ونبدأ ترجمة الجملة نقول the government لقد قامت بادام مدارع تام has carried out many infra structure projects that form the basis of the process of development and advancement of the state in all fields and therefore must be supported even in world المقال بيقول لي an unforgettable event حدث لا ينسى that you have taken part in اشتركت فيه وبكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت على وعد ان شاء الله بلقاء قريبا هنبدأ نحل في كتاب فول مارك ان شاء الله مراجع على الوحدات اللي فاتت مع اكمال الوحدات المتبقية في المنهج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة